أولو الأمر هذا ينحصر في الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لماذا؟ لوجوه ذكرنا بعضها ومن سابقا ومن جملة الوجوه أنه إذا أكو واحد عالم يعرف والآخر جاهل لا يعرف هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يأمر بأن تتبع الجاهل لأنه له السيطرة وتترك العالم لأنه ليس له السيطرة أعقول هذا الشيء واحد جاهل يقودك إلى المهالك لكن إلى قدرة وآخر عالم يقودك إلى النجاة لكن لا قدرة له لا سلطة ظاهرية له العاقل شنو يقول لك؟ اتبع ذاك صاحب السلاح الذي يقودك إلى المهلكة أو هذا الذي ليس له سلاح وليس له سلطة لكن يقودك إلى النجاة وطبعا المعاتلة واضحة أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم لا يعقل أن الله يأمر بإطاعة الجاهل فلابد أن يكون أولو الأمر علماء خلفاء الجور من بني أمية بني العباس بني عثمان كانوا جهال لم يكن فيهم علماء وحتى إذا واحد منهم يعرف كلمتين إذا تقيس علمه بعلم الأئمة عليهم الصلاة والسلام علمه لا شيء فكيف يأمر الله سبحانه وتعالى باتباع ولا كالجهل لأنه بالسيف والسلاح سيطر على الأمة ولا يأمر باتباع العلماء فهذا ليس معقول من الله سبحانه وتعالى موسيقى